اتحاد شباب الجمهورية الجديدة أول ما سمعت عن هذا الاتحاد إيه أول حاجة جات في دماغك؟ أولاً أنه إحنا قدام مظلة بتجمع كل يعني أمشطة الشباب الدولة بتقوم بيها من 2016 عشان تعمل كيان جديد جامع لكل الشباب يقدر أي شاب النهاردة يقدم أنا قبل ما يجي يمكن بصيت على الصفحة الرسمية بتاعت الاتحاد لقيته منتكلم على 21 ألف متطوعة حتى هذه اللحظة ومنهم نسبة كبيرة من الزكور ونسبة أقل شوية من الإناس وده بيدي مؤشر لأي مدى الشباب المصري مقبل على فكرة التطوع ومقبل على فكرة العمل والخدمة العامة وده ربما من الثقافات أو من الأشياء اللي كانت بعيدة شوية خلال الفترة اللي فاتت لكن مع ظهور الاتحاد أتصور أنه هيبقى فيه شكل أكبر من أشكال التطوع وشكل أكبر من أشكال المشاركة الشبابية وتمكين الشباب فترة كثيرة بس أنا عايزة أقول حاجة في النقطة دي لا يعني أنا بحسة أنه الشباب المصري من زمان جدا لا هو موجود وعندنا ثقافة العمل التطوعي بس ما كانش فيه مظلة يعني بتقويهم كلهم ولكن هذه الثقافة موجودة موجودة عند الشباب ولكن المظلة هي الجديدة أو أنه إحنا يبقى عندنا اتحاد ينظم هذا العمل التطوعي دي اللي جديدة هي الفكرة مش فكرة أن الثقافة والعمل العام هي الفكرة هنا أنه أن أنت بتحطي الشباب في إطار عمل موحد بيدي روح الفريق وبيدي أفكار جديدة للعمل العام يعني أنت لما تشوفي مثلا نبارح في العرض اللي كان موجود خاصة الشباب يشاركوا في حقيقة كريمة وإزاي أن مصر قدرت تحط إيديها على المشاكل الحقيقة في كل قرية من خلال شباب يخبط على كل بيت في كل قرية مصرية يشوف فيها محتاجة إيه ويقايد ويكتب التعاون ده والشغل ده كان بيحتاج أنه يبقى فيه إطار مؤسسي بيدعم هذه الفكرة خاصة أن ثقافة التطوع كمان بتتطور ثقافة التطوع النهاردة بقت جزء على فكرة من البناء الديمقراطي والتنمية الديمقراطية النهاردة الشكل الأديم بتاع الأحزاب في العالم كله بدأ يقل شوية وصاد أن المبادرات الشبابية والمبادرات بتاعة المجتمع المدني والعمل الشبابي بقى هو صوته أعلى وده شوفنا كمان في أزمة كورونا لما كان بنشوف شباب مع بعض بتجامعوا مع بعض بنزلوا ويساعدوا الناس ويبدأوا يحطوا أبليكيشنز على مبايا لو في أي حد محتاج أي حاجة محتاج أكل محتاج أدوية الثقافة دي فعلا عندنا ولكن أعتقد معوجود هذا الاتحاد والاهتمام بالشباب هتزيد الفترة اللي جاية حضرتك قلت جملة مهمة جدا أنه معوجود هذا الاتحاد ده هيعازز أكتر من روح فريق العمل ولكن في نفس الوقت لأي مدى هيزيد من الانتماء للبلد؟ لا طبعا احنا عندنا دلوقتي أنا بشوف أنه الاتحاد ومشروحها كريمة كلها احنا بنعيد صياغة تاني الانتماء للبلد في مصر النهاردة المناطق اللي كانت بتعاني من التهميش والمناطق اللي كانت بره إطار التنمية ومناطق زي الصعيد كان طول الوقت فيه شكوى عامة أنه الصعيد بعيد عن أيدي الدولة وبعيد عن التنمية النهاردة الصعيد فيه قلب التنمية فيه مشروحها كريمة بتكلفة هممكن للأعلى في تاريخ مصر ربما سيد رئيسة الوزارة المبارح لما تكلم على أنه مشروع القرار بالفعل هو مشروع القرار لأنه تتكلمي على مبلغ يعني أكبر من 700 مليار جنيه كان الأول 600 مليار وبعد كده زودوها ل700 مليار والرئيس قال لو محتاج أكثر هيزيد بالضبط كده لأنه أنت بتكلمي على تحول جزري بيحصل في حياة القرية المصرية أن أنت كمان بتقفلي أبواب للهجرة الداخلية اللي كانت موجودة بترجعي تاني رونك الحياة في الريف ورونك الحياة في القرية المصرية الرونك ده لما يعود الناس اللي عايشة هناك مش هتفكر أنها تسيب بلدها وتروح بلد تانية والهجرات الداخلية دي هتقل والتنمية هتبقى فيها توطين للتنمية في المناطق دي لأنه لما يبقى فيه تنمية مستمرة فالناس طول الوقت بتنمي في بلدها التطوع لما أنا هخدم نفسي وناسي وأنا عارفهم هيبقى مختلف كتير عن أنه يتنقل في بلد تانية ويشتغل مع ناس تانية ممكن ما يبقاش هو عارفها وعارف طبعهم وعارف تقاليدهم فكرة تمكين الشباب يا أستاذ محمود يعني يمكن إحنا زي ما بنقول حتى الثقافة دي ثقافة التطوع موجودة وبتزيد كل فترة ولكن فكرة كمان أن إحنا نمكن الشباب وأن إحنا بنستمع لآراءهم وأفكارهم داعي يعني هينعكس إجابا على الأجيال اللي جاية زي هينعكس على الشباب وثقاتهم في نفسهم وأن هم كمان يكونوا مشاركين بشكل فعال أكثر في التنمية والتطوير هينعكس إزاي في الحقيقة أنا بشوف دايما السيد رئيسة فتاح السيسي مؤمن جدا بالشباب المصري وقدرته على العمل وقدرته على الإبداع وأنا بشوف أنه الاهتمام بالشباب مش موضوع يعني شكلي ولا يعني يعني حتى ولا فكرة الاستحقاق الدستوري هو طبعا استحقاق الدستوري تمكين الشباب موجود في الدستور ولكن أنا بشوف أنه أمن قومي كمان لأنه في الحقيقة الأجيال الجديدة من المصريين محتاجة أنها تشوف البلد وتتعامل معها بشكل مختلف عن الأجيال اللي سبقتها صحيح النهاردة اللي كان شاب في 2016 النهاردة بقى يعني رجل ناضج فبالتالي فيه شباب تانيين جايين في أجيال جاية من المصريين محتاجة أنها تشوف الدولة وتتعامل معها وتفهم يعني إيه دولة وتفهم يعني إيه خدمة مجتمع وده كله بيبقى موجود فيه استدامة هذه المشروعات وإن المشروعات دي كلها تعمل تحت مظلة واحدة أنا بشوف أنه هذا الاتحاد من هذا المنطلق هو بيحقق شيء مهم جدا للأمن القوم المصري وهو الحفاظ على الشباب المصري من أنه هو ينجرف ناحي أي أفكار لما بنشوف مثلاً حياة كريمة ونشوف إزاي هي بتسد الصغرات اللي كانت موجودة وبتنفذ منها الجماعات الإرهابية في السنوات السابقة بسبب التهميش وبسبب يعني غياب الوعي وبسبب أنه فيه قدرات مش موجودة في القرى دي وكانوا بيقدروا أنه هم يعني يعملوا تمييز ما بين القرية وما بين المدينة والخدمات هنا والخدمات هنا ده كله إدى الفرصة لهم أنه هم يقدروا يخشوا ويجندوا عناصر ويبتدوا يتعاملوا معاها ونشوف التطرف ونشوف الأشياء اللي احنا كنا بنعاني منها السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر